نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تصلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أبرز التقرير التوجهات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز جهزية الدولة في مواجهة آثار الأزمة وتشمل الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار تدعيات الاقتصادية العالمية على المواطن فضلاً عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي إلى جانب العمل على تنوع مصادر توفر السلع الغذائية الأساسية ولفت التقرير أيضاً إلى تشكيل لجنة حكومية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية على أن تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة